السلام عليكم. شهرا تكونوا كامل مبخير. الحمد لله لباس اليوم اجبت لكم لاتاي. فوق ما شيبش نقول لكم طريقة التحضير. مي جوز بكين واحد المكوين اللي يديرو صاحبتي المغربية في لاتاي. انا ما كنتش نعرفوه. لنرى ونرى مع بعض. الاجهة الفيديو انا ندرنا يعني لاتاي 5 اطوال مي كين مكونات اللي من ديرو همش ديما. كما باركزون ب الزعفران. والمكوين هادا اللي اللي بعد نهضرو عليه. الحاجة اللي ولا نحطه لاتاي تاعنا. احنا نستعملو التاج. احنا التاج لاتاي المير. بلا متش اللي هبلا موالو تحطيه ديالك دمو. وبعد يجي المكوين هادا. هو العلك ولا الصمغ العربي. بعد نزيد نعود لك نحكي لك اللي هبالديتاي. هنا دلنا حوالي قريب لترات تاع الماء. سخون. وزيدنا حطينا على الفورن. حوالي تلت دقايق حتى الماء يغلي. كل ما يغلي. نرجعوه نكمل المكونات الاخرى. ما قلت لك هادا لاتاي سان كتوالدوك زيدنا له. الزعفران اللي هو مكوين اللي تقدري تزيده. اه تقدري ما تزيده. اه تقدري ما تزيده. تتخلي عنه. وصورته النعناع اليابس. كان نستعمل نشرب بزافلاتي. وكين نشرب نعناع اليابس يساعدني. يكون ديما موجود. وكين ديرو انا وصحبتي ديما يكون محطوط قاتو معاه. نديروش السكر بزاف. بهذا المرة سبيسيال موتاني الفيديو. درنا بزاف السكر. دكتو وصلي هاد المرحلة. دبداي. كما نقولوا اللقمه فيه. دبداي اتفرغي فلاتاي حتى يخرج الكشكوشة تاعه. نهضلك على السمغ العربي. انا شريته في تزاير السمغ العربي. صراحة مش نستعملو نديرو ماسك. ومعد اه صحبتي هي تديرو فلاتيتها بش يدير الكشكوشة. يعني الكشكة هذك الرغوة تعلتي تشد وتجي قوية. ما هي وشنو حضرتني. قلت لي بلك السمغ العربي كان مزاف انواع. ويمكن انا اللي شريته ماشي يعني داير للاستهلاك. يعني ما ما ناكلوش لازم جزت الاستعمال الخارجي. دوك فولا. دوك ولا تعرفو هاد المكوين السمغ العربي. ولا تستعملو اشكلو انتو ما اللي تشيروه بزاير ينتكل ولا لا لا. دوك انا صراحة اللي شريته بزاير خفت ما حبيش نستعملو. يبورتون يتشابهو يعني نفس الشي. يسمى اللي تكتروح اللي تشيري تقولوا العلق ولا لا السمغ العربي. وهكذا نكون نفضحنا سر رغوة الشاي. ان شاء الله لكم نعجبكم الفيديو. بون الصوت اللي راح في الخلف هو الصوت الكوكوتا لخطر تغضينا هذك نهار طعام ولا كوسكسي. مهم انا نقول لكم تهر الله وفي رواحكم تلاقوا ان شاء الله المرة الجاية. سلام.